هذه الوجوه التائهة الهاربة من موت محقق ليست بغريبة على اللبنانيين والقصص التي يرويها هؤلاء عن ساعات طويلة من الرعب تحت وابل رصاص الجيش السوري ليس بغريبة أيضا على اللبنانيين الذين خبروها طيلة عقود من الزمن ومن الجيش نفسه والنظام نفسه الذي لم يرعى عهدا أو جيرا وهو ما عقد إلى حد بعيد العلاقة بين طرفين فمن أجل المستقبل اللبناني السوري هو عنوان الوثيقة التي أصدرها عدد من الشخصيات والمثقفين والناشرين والأكاديميين والإعلاميين اللبنانيين والسوريين وثيقة بدت أشبه بإعلان بيروت دمشق دمشق بيروت الذي وقعته نخبة من اللبنانيين والسوريين خلال العامين 2005 و2006 المساهمون في إصدار هذه الوثيقة عمدوا إلى رسم ملامح مستقبل المأمول للعلاقة بين البلدين في ضوء مجريات الثورة السورية وطموحاتها وضرحت الوثيقة المواقعة من أكثر من مائة شخصية لبنانية وسورية عنوين عامة لعلاقات إيجابية وسلمية بين البلدين مشيرة إلى أن تعقيدات العلاقة القائمة بين لبنان وسوريا تستدعي تجديد الجهود في امتلاك مستقبل أفضل وأكثر حرية يتوق له الشعبا الثورة السورية هي ثورة وطنية وهناك طور جديد في الوطنية السورية قد يهل في وقت قريب وستكون له آثاره في لبنان وعليه بقدر ما نكون إلى جانب الكفاح التحرري للسوريين نكون إلى جانب لبنان المستقل والموحد سوريا المستقبل التي تنم عنها انتفاضة الشعب السوري لا ترى لبنان بوصفه جزءا ممسوخا أو خاسرة رخوة ولا ورقة تستخدم في الصراعات الإقليمية والدولية ولا موضع وصاية أو استتباع لبنان المستقبل الذي نطمح إليه لا ينظر إلى سوريا باستعلاء أو عنصرية ولا بأي شكل من أشكال العدائية والخوف الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه قد تم انتزعهما رغما عن إرادة النظام البعثي قيام الدولة الوطنية التي يحكمها نظام ديمقراطي ويسود فيها القانون وتصان فيها الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان هو طموح سوري لبناني مشترك يصعب تصور ديمقراطية من دون حريات تعبيرية وإعلامية نحرص على تعزيزها ونمائها في البلدين بعيدا عن أي ترهيب أو افتزاز في سوريا الديمقراطية ولبناني الحرية السند الطبيعي لطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ولقضايا الحق والعدالة في كل مكان من العالم البلدان يتضمنان في تأييد مطلب كل منهما في استعادة أراضيه المحتلة بطريقة التي يرتئيها شعبهما كل ممارسة عنصرية يتعرض لها عامل سوري في لبنان جريمة بحق لبنان واللبنانيين قبل أن تكون جريمة بحق سوريا والسوريين العلاقات الثنائية لن تستعيد حررتها من دون تحرير من تبقى من المساجين اللبنانيين في السجون السورية ليس مستغربا أن يقف الشعب اللبناني بمثقفه ونخابه إلى جانب الشعب السوري في ثورته على الظلم والطغيان فالشعوب تتعاطف مع بعضها بالفطرة بعيدا عن أي حسابات سياسية ومصلحية للحكومات والسياسيين ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا